ممكن حد يعمل انزلاق غضروفي بالمنظار والعملية ما تنجحش يعني بعد ما يعملها فترة من الفترات يرجع تاني أو يكتشف ان القلم لسه موجود أو ابتدى الحالة تسوق زي قبل المنظار في ساعتها يعني يكون فيه تجديد للعملية أو نحتاج ان احنا ندخل عملية تاني ولا طالما تعملت خلاص يعني ما فيش عودة للعملية تاني للتدخل الصح أو اختيار التدخل الصح لحالة المريض الصحيحة يعني ان هما في حالات احنا ماينفعش فيها اصلا التدخل بالمنظار يعني التدخل بالمنظار يصلح للشباب اكتر لما يكونش فيه خشونة مع الانزلاق الغضروف خلي بالك الغضروف ممكن يجي الواحده برسي كده يعني شاب عنده 25 سنة أو طلبة في الجماعات دلوقتي 17 و 18 سنة 30 سنة 35 سنة الغضروف مزلق هو جست مزلق غرق خرج من المكان في بعض المرضو لما نبتلي بقى نطلع في السن خمسينات ستينات بيكون مصاحب مع الانزلاق الغضروفي خشونة بيكون مصاحب معه خشونة فالخشونة دي تخلي فكرة المنظار مش فكرة كويسة لان دخول المنظار ليه الغضروف بيبقى صعب واوقات بيبقى الغضروف متكلس بيبقى الغضروف متكلس فالدخول فيه بالمنظار ممكن يكسر الالات المنظار الالات رقيقة جدا ممكن تكسر جوه الغضروف يعني عامل السنة والامراض المصاحبة برضو بتحتم علي ان انا اعمل انواع معينة من الجرحات طبعا طبعا يعني مثلا معنا الصورة دي دي مثلا حالات يعني دول مثالين ان احنا فيه انزلاق غضروفي يعني الصورة العشمال تزحلق فقاري فقرة متزحلقة على التاني فمثلا هذه الحالة هو لا ينفع فيها ميكروسكوب ولا منظار هو فيه غضروف مع تزحلق فقاري لو انا شلت العضم من وراء ودخلت شلت الغضروف فقط التزحلق هيزيد لان هو الانسجة اللي وراء هي اللي سندان هو ما يزيتش فهروح انا داخل شايل حتة عضم علشان اوصل للغضروف تزحلق بدل ما درجة اولها يبقى درجة تانية او تالت هذه العملية لابد معها من عملية تثبيت الفقرات هذه الحالة لابد من تثبيت الفقرات بالجراحة التقليدية والتوسيع التقليدي القديم للعمود الفقري اللي هو انشيل العضم كله بتاع القناة الشوكية العضم الخلفي علشان نوصل وانشيل الغضروف ده لازم اي حاجة غير كده في هذه الحالة هتئذي المريض بس الجراحة التقليدية وصلت لاني مرحلة دلوقتي يعني حاجة قلت في البداية خالص من عشرين تلاتين سنة مش هنفتح الظهر العين نبنفتح الظهر والكلام ده لكن اتدخل بيتفتح قدام المكان الرابع والخمسة ومعانا جاز اشعة جوه العمليات علشان نتأكد ان احنا مكاننا مصبوط بين الفقر الرابع والخمسة والمسامير دخلها في مكانها المصبوط وكل حاجة لا بتتم برضو بتقنيات حديثة جدا ممكن نفرد حلقة كاملة نتكلم عن تثبيت الفقرات